هل عودت مجلس إدارة النادي الزمالك القديم بإدارة مزبوطك بإدارة الأستاذ ممدوح عباس يعني أثرت شوية على نتيجة المبرامة تكون رجوع ومفاجأة وعايزة عرفه وامتى بقى هيحصل استقرار في النادي الزمالك لا أنا لسه بقول لحضرتك المنتخب لأن احنا متعودناش على الكلمة دي لنا فترة طويلة جدا في الزمالك أوي أوي فكل شوية جينا بتاع مجلس إدارة معين ولكن ده المجلس إدارة المنتخب حتى لو عاد بحكم قضايا إلا أنه هو الجهة الشرعية الوحيدة دلوقتي في نادي الزمالك فأنا بقول لأن عودته ستعيد الاستقرار ستحل العديد من الأزمات المالية لأن الزمالك عنده مشكلته كلها إدارية يعني هيرجع نادي الزمالك تاني المرة تانية ينافس في الدوري هيرجع لو خلصت النواية يعني دي وراء حاجة كتير قوي حضرتك يعني لا بالفعل يعني لا بجد وراء حاجات كتير قوي أنا أعيي ما أقول يعني لو خلصت النواية في نادي الزمالك نادي الزمالك حيرجع زي ما كان وحيرجع بالفعل قائد لكتيبة الفن والهندسة زي ما بقوله وحيرجع أحسن مما كان ولكن زي ما بقول لحضرتك لابد أن تخلص النواية أولا ولابد أن محب الزمالك يلتف حوله وتولي كابتن حسن شحاتة بقى للنادي الزمالك شايفه أضاف قد إيه للزمالك؟ لأ أنا أتمنى بس يعني يوافق أنه هو يمضي العقد آه يعني لغاية دلوقتي ما موضاش عقد آه لهو أولاد جهاز الفني وده كان هو كان مأجل الموضوع ولكن هذا الأسبوع أنا عندي معلومة أنه هو هيمضي التعاقد مع نادي الزمالك هو الجهاز الفني لأن الغاية دلوقتي هم ماخدوش فلوس على فكرة لحد دلوقتي ياسم ماخدوش فلوس طب يعني من أتمنى طبعا الكابتن حسن شحاتة يكمل مع الزمالك هو ده بيته بقى أعتقد رجوعه مرة تانا من البيت لا وإضافة لتاريخه لأنه هو عمل تاريخ كبير أوه مع منتخب ويحتاج أن يصنع تاريخا جديدا مع نادي الزمالك كما صنعه كلاعب لابد أن يصنعه كمدارد ده ده حلم حسن شحات ولكن أنا عايز أقول في جانب آخر صدمة أخرى في المقابل وهي قالت الجهاز الفني لنادي أمبي كان مبرح بالليل في وقت متأخر بقيادة مختار مختار أنا بقول اللعب مش في مختار مختار أكبر مختار مختار كان قديم في اللاعبين الذين اتجهوا للاحتراف الذين سيطرت عليهم فكرة الانتقال للأهل أو الزمالك دون مصلحة الفريق الذي يعاني من مشاكل عديدة جدا طيب ممدوح فتح الله وحازم إمام وعمر الزكي مكنوش موجودين في المباراة وبقالهم فترة يعني ده مؤثر شوية على فريق نادي زمالك ولا تفتكر أنه البديل مقادي كويس محمود فتح الله أتمنى أنه يعود لأنه لعب كبير قوي وخط الظهر الزمالك محتاجه بالفعل ولكن هو بيعاني من شوية مشاكل صحية سوف يعود في المباراة القادمة ما عندهش مشكلة خالص محمود فتح الله عمري زكي لعليت علقاء بقى كثير كده لكن عندنا مشكلتين والمشكلتين أتمنى أن هم ياخدوا قرارات حاسمة فيها تمام عمري زكي المتمرد وحازم إمام الهارب هي دي مشكلة يعني الزمالك مش حيقف أو أي فريق في مصر من الفرق الكبيرة ما بتقفش على لعب ولا اسم لعب لا أهلي ولا زمالك ولا اسماعيلي ما بيقفوش على لعب وما بيقفوش على اسم لعب لأن النادي اللي بيصنع مش اللعب اللي بيصنع تاريخ النادي لا وهل بعد متمرد عمري زكي وبعد كمان أنا يعني بنشوف أنه مستوى حازم إمام الفترة كمان مستوى حازم إمام عنده مشاكل مادية مستوى حازم إمام عنده مشاكل شخصية ودي نبع برضو من المسائل المادية لأن فريق زمالك كله ما كانش بيقبط كتير في مؤجلات في المستحقات بتاعتهم وده اللي كان وضع الزمالك في الفترة اللي فاتت طيب ما كنا احنا بنقول ننتظر ما كل اللعب عنده هكذا محمد العبشافي كان بيصرخه بس ما تمرتش وكان كتير قاله أنه هو حيلجأ لاتحاد الكورة عشان نطالب بحقه ولكن اللعب احترم نفسه احترم ناديه احترم النادي في أزمة فأصر أنه هو يستكين قليلا حتى تنفرج الأزمة كله بيعاني من أزمات مالية في نادي الزمالك ولكن من الذي يبيع الزمالك ومن الذي يحافظ على الزمالك هي دي المعادلة الصعبة اللي احنا ممكن نوزنها في الأوقات الحساسة اللي بالشكل ده عمر زاكي طالب بفلوسه وضارب عرض الحياة بالزمالك وبنادي الزمالك واللي بصنعه كنادي الزمالك حزم إمام عايز يروح للسعودية لأنه هو موعود أنه هو حيروح طبعا إعارة ستة شهور وموعود أنه هو حيقعد سنة ونص بمليون ومتين ألف يعني تمانية مليون جنيه مصري هو محتاجهم أه إحنا ما قلناش أن اللاعب برضو بني آدم زينا يعمل المستقبل آه عنده طبعا ده عنده أسر وعنده بيت وعنده حالة اجتماعية وعنده مصاريف كتير لابد ولكن المسألة ما أفلتش قوي تؤدي إلى أنك أنت تسيب النادي وتروح تتعاقد مع فرقة أخرى أجنبية أو عربية دون أن تحترم القناة الاتصال الشرعية بالنادي والنادي ما قال لكش ما تمشيش النادي قال لك هتلي عقد وخليها عن طريقي والله عايز تمشي امشي وده الكلام اللي قاله المسأشار جلال إبراهيم ولكن أنك أنت تلف على النادي تلف على مسؤولين النادي وتروح تتفق وتتعاقد وتسافر السعودية وترجع من غير محد يعرف وهل ده عشان النسبة ولا علشان إيه؟ لا مش عشان النسبة عشان 8 مليون زغليلوا عن أي لعب لا ينتمي لفنيلة ندي يعني نقدر نقول أنه تحليلنا العام على مباراة مبارح الزمالك وبني سويف نقدر نقول عليها إيه باختصار كده؟ باختصار هي أفضل مباراة الأسبوع جميل جدا مش عايزين نتكلم ونقول الزمالك الزمالك لأن بالفعل إذا كنت أقيم أقيم لعب بني سويف وأديهم تسعة من عشرة لأن هما بالفعل أدوا مباراة كبيرة وصاد نادي كبير وكانوا ندي ليه وكان من الممكن جدا أن هما كانوا يطلعوا تعادل أو يخطفوا هدف واثنين وثلاثة في المباراة ولكن سوء الحظ زي ما قلت ساهم في هزمتهم اللي الناس كلها احترمتهم أخيرا وسريعا عشان خلاص بمفادرش غير ثانية أحدة توقعك إيه نهاردة المطش الأهلي والإسماعيلي؟ بدون جمهور بقى بدون جمهور حيبقى مطش قوي جدا مطش خارج عن التوقعات الإسماعيلي بكامل هيئته معاد أحمد حجازي الأهلي بكامل هيئته بنفس تشكيل مصر المقصة الفريقان يحتاجان إلى ثلاث نقاط الفريقان يعملان على الفوز بثلاث نقاط ولكن أنا من وجهة نظري رشح الإسماعيلي النهاردة أنه هو يعمل مفاجأة ما نشوف ربنا يسهل ونشوف مفاجآت كتير من الفريقان وأستاذ جمال بشكرك جدا على وجودك معنا النهاردة الحقيقة إن شاء الله يكون لنا لقاءات أخرى كتير مشاهدين كان معنا النقد الرياضي الأستاذ جمال نور الدين وبعد قبل بنروح للفقرة اللي جاي على طول معنا تقرير تقرير ده هو بيقول أنه أقامت مؤسسة مصر الخير حفلة لتكريم الفائزين بجوائز البحث العلمي حفل حضر الحفلة دكتور علي جمع طبعا مفتي الديار المصرية ووزير البحث العلمي ومجموعة من المخترعين نروح للفاصل ونرجع مرة تانية لسا مكملين معاكم في نهارك سعيد